بسم الله هنكمل هنعمل مراجعة صغيرة قوي للدواير اللي اتنا خدناها مبارح بالليل علشان انا يعني ربنا يسر ربنا يسر وروح تعمل ايه وروح تراسم التواصلات بالطريقة الفعالية او في اول الفيديو لما فيديو كنت عمباري عشان ده هيبقى تكملة عليه كنت اقيل ان الحاجات خاصة باستاذ ايميل وربنا يسهل هاب ارسم باقي التواصلات تمام فربنا يسر مبارح وراسمتكم دي الدواير اللي اتنا خدناها اللي هو زمن السخان بيعمل بزمن محدد ومش هخش في الشرح الطاحة قوي لكن هنتكلم عن الدواير اللي اتنا عملناها اضافة لما هتيجي تتعامل مع اي دايرة انا كل اللي عملته اللي على الدايرة اللي كانت موجودة شلت السرمستاد وحطيت سرمستاد فعلي شلت الطايمير وحطيت الطايمير شلت السرمودست والسخان وحطيت نفس الكلام هنا شلت الرليو والأغانوتو وحطيتهم شلت المروحة في حاجة بس احنا مبالك ما اتكلمش فيها ان بعض التبلاجات بيبقى في مروحة مكسب زي ما احنا شرحنا في الدار المكانيكية لو هيبقى في مروحة مكسب هيبقى نفس الكلام مروحة المكسب على طرفين الكباس يعني احنا خدنا في المراوح ممكن يبقى في مفاتيح ممكن يبقى في حاجة دي ايا كان المروحة تشتغل ازاي تحت المباحة والنهاردة كمان هنقول حاجات مختلفة بس مروحة المكسب على طرفين يتحط مروحة المكسب ماشي؟ عشان بس الرسومات او التوضيحات احنا قلناها في الدارة المكانيكية لك او ما قلناها في الدارة القهربية احنا قلنا بالدارة بتعمل ايه؟ الرسمة لما تبقى رسمة فعلية بالاجزاء بالنسبة لفيه فنيين كتير بالذات اللي هما ما درسوش او ما خدوش خلصات او شرقلين في الورش او تعليم عرقاتين حد بيبقى الرسمات الرسم النظري بيبقى بالنسبة له صعبة فالرسم العملي بالاجزاء العملية او الاجزاء الفعلية بيسهل بالنسبة له كتير قوي في موضوع التوصيل فأنا بالنسبة لي حول الدوائر اللي اخدناها مبارح اقعدتها لدوائر فعلية فأنا بالنسبة لي هدى لما اخش على اي دارة ابتدي الاول طب التلاجة ادخل عليها انا اخدنا فيه انظمة كتير واخدنا ان فيه انظمة كانت سيأخدها النهاردة مختلفة فانت لما اتخش على تلاجة انا بامل كده اول حاجة بابتدي اخش عليها بروح جاي على الدارة التهربية لورى التلاجة وإحنا النهاردة أنا جاي بأربع دواير كهربية هنبتقي نتكلم عليه وإن شاء الله نتصوّع ليه؟ لأننا لما هبص على الدايرة هعطل مكونات تمام؟ فأنا بالنسبة لي هنا تعال اعتبر بدي وقت الدايرة إنت لما هتيجي أول حاجة هنبتقي تتعامل معها إن تشوف إيه الأجزاء اللي موجودة وبعد كده بتفتيلي تشتغل دايرة دايرة من أقبل الغلطات الفنين بيشتغلوا فيها لما يجي يعملوا دواير يقول لك إيه؟ امسك طرف أرضي والزاعة كله هو فعلاً يعني الكلام دا هو فعلاً أن الطرف الأرضي بسه أخذ من القهربة وأخذ بلاله للمبه والمفتاح وأخذ جايات الكباس والمروحة وأخذ جايات السخان وأخذ للطايمر بس أنت لما تتيجي تشتغل بالطريقة دي في بعض الأحيان بيقع منك طرف أو ساعات بتدي الحاجة ممكن للأتنين أرضي أو للأتنين قهربة وساعات بيجي حصل قبلها فالأفضل دا من وجهة نظري ممكن واحد تاني يكون شايف حاجة تانية طبعاً لاحترام لي أنت بالنسبة لك أنا ممكن تاخد بطريقة أو ما تاخدش بيها أنا من نطل نظري شايف من الطريقة الأسهل واحد تاني شايفها أنها الأصعب أو شايفها طريقة الأسهل ربطني أستطيع الحاجة ماشي؟ أنا بالنسبة لي شايف أن أنا لما إيجا أشتغل أشتغل على جزء جزء أشتغل على جزء جزء وابتدي أن أشتغل أحقق على كل حمل أو على كل مكون المتين وعشرين فأنا عندي هنا هنا على الدائرة التي كنا كنا ببديلها بكده قال طرفي الكهرباء المصدر طرف الكهرباء دخل على السلمستاد من السلمستاد دخل على الطرف المشترك وإحنا هلتكلم لو حد قلب أن طرف القهرباء ده لحطه على طرف التاني الملف إيه اللي هيحصل؟ هل نتكلم عليها في فيديو منفصل أو في وإحنا شغالين يبقى طرف القهرباء دخل على السلمستاد خرج من السلمستاد على طرف المشترك عشان مطور الطيمر يشتغل لازم يتحقق له 22 فهنا خد طرف ملف أو نفس الوقت المشترك خد طرف القهرباء اللي هو جاي من السلمستاد يبقى الطرف الثاني يرجع على الأرض كده يبقى توفر على مطور الطيمر 220 تمام؟ بعد كده لو ما لا هشتغل دايرت هشتغل دايرت الكباس هبتلي طرف القهرباء ده بعدما المستاد اتحكمت فيه وبعدما الطيمر يتحكم فيه بقى الطرف الخاص بالكونتاكت اللي هو بالتبريد هو ده طرف البناء هو ده يعتبر الطرف القهرباء بتاعلي راح على الـ يبقى الكباس عشان يشتغل محتاج ايه؟ تخد طرف قهرب محتاج طرف القهرباء التاني الطرف القهرباء التاني تاخد من الأرض وهنا نقول حاجة ان انا في اي تلاجة زي ما احنا كنا شرحنا في التلاجة البابين مشرحنا في التلاجة الباب الواحد قلنا ان فيه ست طرق لتشغيل الكباس انت ما يشغلش بالك هو الكباس ده بكاباستر ولا بغير كاباستر بريليه إلكتروني بريليه طيار ايا كان هو في الاخر المطور بيشتغل بستة طور في الاخر انت بنسبالك او حتى انت بتغير مطور وكان المطور شغال بريليه إلكتروني وبعد كده المطور الجديد بريليه طيار او بكاباستر او بالكام ده كله مش فارق اللعب كله بالنسبالك ان الطرفين اللي جايين اللي في الدائرة على الوافرلوت والريليه هم دول مئتين وعشرين جوه بقى الكلام ده تحط اي طريقة من الست طرق اللي احنا تكلمنا عليه ومتشغيل الكباس واحد تمام؟ المروحة خاصة بالمبخرة في النظام ده واخدة على طرفين الكباس اللي هو الريليه والأوفرلوت لو في مروحة مكسف هيبقى نفس التوصيله عليكم كده انا خلصت دايرة الكباس دايرة السخان هاخد من طرف لازم في كل حاجة ببتدي من ناحية الطايمر هم؟ خد من طرف الطايمر دخل على السرمودسك من السرمودسك على السخان من السخان على السرمودسك تاني واحدة الخمستاشر والأربعين وترتيب الأجزاء بتاعت السخان بتختلف من شركة لشركة في الآخر هم توالي في المظام اللي هو الزمن المحدد هم توالي فيحط لك السخان الأول والاتنين سرمودسك وورا بعض ماشي يحط لك الاتنين سرمودسك الأول والسخان بعدهم ماشي في الآخر هي توصيل التوالي بحيث ان السخان مش هيشتغل غلما السرمودسك الخمستاشر يحصل فيه ايه؟ يعني يكون حاسس بتبريد ويوصل ولو اشتغل وحصل لدعب السرمودسك الخمستاشر ولا حصل اي مشكلة والسخان اشتغل مجرب ما يجيب درجة حالة الاربعين السرمودسك التاني هيكصل اما بعد السرمودسكين يعني يعني اقبازوا او الاتنين لدعوا او الاتنين عمل حاجة دي كده نسأل الفتحة للتلاجة خلاص تلاجة خلاص هتبقى ولعت الى ان يا شاء الله استخلت حلق يعني يهمه اقرب تمام؟ طبعا دائرة اللمبة والمتاح حلق دول واخدين من قبل السرمستات عشان في بعض الناس ممكن تغلط وتاخد اللمبة والمتاح بدل دخل السرمستات بيبقى خارج السرمستات وفي الحالة دي بقى ان اللمبة والمتاح بقت السرمستات متحكمة فيها ان السرمستات لو فصل التبريد ايه اللي هيحصل؟ اللمبة مش هتبقى شغال ولو بقى نعم؟ مش هتنور غير لما السرمستات اشتغل ايوة فدي دائرة احنا عدلناها خدنا بعد كده النظام التاني اللي هو كان السرمستات بدل مكان على دخل الطايمر بقى موجود على الارض الدائرة هي هي بنفس الكلام كل الحكاية اللي انت هتبقى عارف انت شكال على ايه بسوقت نحط لك السرمستات على طرف القهربة اللي رايح على طرف المشترك او حط لك السرمستات على الطرف التاني مش فرقة بالنسبالك في حاجة خدنا اللي هو المفتاح السلاسي في الدوائر بتاعه احنا شرحناها هنا انت لما هتيجي تعمل الدايرة دي هنا الدايرة هي هي الاختلاف كله كان في ايه ان بدل المروحة بدل المروحة مكانت متوصلة على طرفين الكباس بقى طرف واحد متوصلة على طرف الكباس وطرف التاني واخر من المفتاح وهنا اهم حاجة انت تعرف تختمل المفتاح طب انا هيختبر المفتاح ازاي انا معي تلت اطراف في حالة ان التلت اطراف دول عشان لو انت عكست في ترتيب او في اختبار المفاتيح هيقلب معاك الدايرة طب انا اختبر المفتاح ازاي انا معي المفتاح بتلت سلكات طبعا في مفاتيح بيبقى ربطوب عليه common, normal open, normal close N, C ماشي فانا اختبرهم ازاي الموضوع بسيط المفتاح وهو بره يعني هو انا مسكه بايدي كده المفتوض ايدي كده مش دايس عليه المفتوض ايلي يبقى شغاله اللمبة معنى ان هو مش مدس عليه يعني الباب مفتوح يبقى لمبة التلاجة هي اللي شغالة والمروحة فاصلة فانا هنا بالقاف وهروح اشوف الطرفين اللي هيقيسوا مع بعض تمام علابت ان الطرفين مثلا دول اللي قاسوا يبقى الطرف التاني هو المروحة اللي فاصل تمام ماسكوتش على كده لازم اروح اعمل ايه؟ اروح قالد الوضع اروح دايس عليه واشوف الطرف اللي كان فاصل اسمع مين والطرف اللي هيكون اسمعاه هو هيكون طرف الرئيسي او طرف الكوبان تمام؟ تمام اي حاجة في دايرة المروحة او التلاجة بتتلاكك اي حاجة التلاجة هتعمل تلك تمام؟ اي حاجة كان في دايرة اخذناها ان اللمبه في مفتاحين اه دا كان هنا اخذناها ان السرمستات اللي هو الطايمر يعمل باستمرار هنا الطايمر يعمل باستمرار خلى السرمستات على دايرة الكباز بس والطايمر هنا دا شغال اربعة وعشرين ساعة ندي بس حاجة نقول حاجة ما قلنهاش مبارح ودي انا هقولها بالخبرة مش بالفهلوة عشان برضو نفرق التلاجات دي الوقت اللي بقت موجودة فميشتغالش بالنظام ده اغلب التلاجات اللى موجود ف promise موجودة ف السوق المصر من الوقت dragged مفيشتغالش بالنظام ده طب النظام ده كان موجود او ممكن يقابلك ـ اه ـ قابلك انا كان بيقابلن برضو ميش هعمل كان بيقابلني في المدلات من المدلات الامريكانه واستنجا هاوس ويلد واستنجا هاوس واد وستنجا هايس ادميرال الاشيات الامريكان يدي طب تايمaqueا لقد من خلال حاجة طفلا شكل عشرين ساعت هل هناك شيء يمكن أن تبدأ لعشرين سنة عالفاظي؟ المفروض لا، لكنه كان يعتمد في هذه الموديلات أنه كان يضع الطايمر داخل كابينة التلاجة بحيث أنه موجود في درجة الجهودة فالملف لا يسخن ولا يسخن في الموديلات التي كانت الطايمر باستمرار مباشرة على طول وعندما كانت تقابلني الموديلات القديمة لم يقابلني حاليا، لم يقابلني سنين ولم يقابلني فقط في الأمريكان وكان يكون الطايمر موجود في علبة اللمبة وساعات كانت موجود في علبة داخل التلاجة تمام؟ هناك تلاجات بيبقى فيه مفتاح للكبيرة ومفتاح للفريزر هذا هو كل مفتاح منهم لواحدة حاولت أن أعمل كما عملنا في التلاجة الباب الواحد والتلاجة البابين أن نرسم رسمة فعلية يعني ما هي رسمة فعلية؟ كما عملنا في التلاجة الواحدة البابين وهو مستاذ فوق والمطور تحته والكابل كام والكلام بس لقيت أن أنا كده ممكن أكون بصعب على الناس أو بصعب علي بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ أن أنا دلوقتي زي ما انتم شفتوا كل تلاجة فيها نظام يعني ممكن دايرة دي تمشي تبقى موجودة في أكتر من تلاجة بس هنا حط السرنستاد في الكابينة هنا حط السرنستاد في الفريزر هيفرق هيفرق كل الخلاصة عشان ما يصعبش الموضوع على الناس أنت افهم الدايرة بمكوناتها سواء بالرسم النظري أو بالرسم الفعل اللي أنا عامله دوه وفي الآخر أنا لما فيك تشتغل في تلاجة بغي ما احنا هنعمل على التلاجة هنا عملي بس مش هعرف أصوره لأن مش هيفيد الناس في حاجة يبقى أسلاك خارجة وبس فدما هنجي نشتغل على التلاجة أن أنت هتشوف لو حد لعب في التلاجة هتقرأ الدايرة هتقرأ هية بأني نظام أو لو أنت هتعمل تعديل عليها فتعمل إيه؟ في أطراف السرن وستخذ خارجين من جوه دور السرنسك الخمستاشر الدور السرنسك الربعين ده السخان ده سخان الحوض ده أطراف الطايم أكتبت وقواضحة طبعا سواء تحت أو قام كان مكانه ده أطراف المروحة ده أطراف الكبات بتجمع الداير لو تقول انت ودايما في التلاجات المفروز تعمل لك مكان مجمع لك في الأطراف كلها سواء كان جنب المطور أو سواء كان في ظاهر التلاجة زي ما في كريازي وزي ما في مدلاج كتير فانت بالنسبة لك بتعمل ايه؟ أنا عندي طرف القهربة رايح على السرنستاد أي كان طرف القهربة هو جاي من تحت هشوف السلقة اللي طلع بيه توصله الفوق ورا تموصله على السرنستاد سواء كان داخل على الكابينة أو سواء كان داخل في الفريزة هبتدي امشي الدايرة اللي انا عملتها خلاص انا في الباب الواحد والبابين فهمنا ان نجرد حتة تطويل أسلاق ولا حد عمنا مشكلة بيها؟ فهي في الحالة دي انت بتعمل ايه؟ انت كل اللي بتعمله بنختار الدايرة اللي انت هتشتغل عليها وهتروا عمل ايه؟ وتبتدي تمشي بيها كأطراف كما انت كنت تعملها على الفانت هنا كده لما انت اشتغلتوها من بلع ومشتغلتوها من شوية ان طرف قهربة داخل على الكباس كان التكباس جنبه كان السلمستاج جنبه كان السلمستاج بعيد كان السلمستاج في الشارع كل هتعملوا ايه؟ تطويل أسلاق في مشكلة؟ وقفنا مبارح على الطائم والخمسة طرف ايه في بقى الفيديو ده؟ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر